وعلى آله وصحابة ومتابعين وتابعين لإحسان الله بكل لمحة ونفس عددنا وسوى علم الله اللهم وفقنا رب وسائر المسلمين بما تحب وترضى وفنا وسائر المسلمين يا رب العالمين من كل سوء يا أرحم الراحمين في أمور ديننا ودنيانا وأنفسنا وأهلنا وأمتنا وبلادنا وسائر المسلمين يا رب العالمين يقبلنا إليك غير مفتونين علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزبنا علمنا ونسألك حسن الخواتيم في أمورنا كلها يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين أما بعد نكم القراءة وشرح حشية الشيخ إبراهيم البيبور على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقادي أحمد أبي شجاع الأصفهاني في فقه السادة الشفعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وكراء مصنفاتهم في الدارين آمين يقول في الهامش والهامش هو كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب يقول فصل في أحكام الرضاع بفتح الرائع وكسرها الرضاع والرضاع وهو لغة اسم لمص الثادية وشرب لبني جبال رضاع في اللغة لمعنى إن الإنسان يلتقم ثد ويمتص لبنه أما في الشرع فمعنى أوسع وده نادر تملي المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي إلا في الرضاع المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه المخصوص يعني وصوله بأي صورة ولو حتى جمعته في إناء وشربه أو ساعات الطفل يدخل مثلا الحضانة بعدما يتولد ويركبوله خرطوم في أنفيه إلى معدته ويددوله اللبن في سرنجة من خلال هذا الخرطوم أو ده اسم رضاع من ناحية الشرعي يبقى رضاع ويبقى اللبن الذي أخذه إن كان لبن آدمية يثبت لها حكم الرضاع إن توفر العدد عند الشفاية وهو خمس رضاعات وعند الأحناف والمالكية يقولون مجرد وصول اللبن للجوف ده يحرم مجرد وصوله ولو قطرة يكفت في التحريم يبقى معناه في الشرعي معناه وصول لبن آدمية ولازم تبقى آدمية عشان ما يثبتش أحكام الرضاع لو شرب لبن شاه أو لبن بقرة لازم تكون آدمية ولازم تكون حية لأن الإنسان الميت فبينبنيش عليه أحكام يبقى لازم تكون حية أو انفصل منها قبل وفاتها ثم شربه فيثبت الحكم لكن لو شربه وردعه بعد وفاتها يبقى لا يثبت عشان كده يقولك آدمية مخصوصة آدمية مخصوصة وآدمية دي تخرج الجنية وإن كان فيها وجه تاني قالك الجنية هنقرأ في التشريع على أي حال في الشبه لجوف آدمية مخصوص علشان إلي سن معين إحنا عندنا الرضاع لا يحرم لا يحرم إلا لو كان في الحولين في الحولين الأولئي فلو شربه كبير بعد الحولين لا ينبني عليه أحكام على وجه مخصوص وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين قمارية بكرا كانت أو ثيبا خلية كانت أو مزوجة يعني لو طفلة أقل من تسع سنين بسديها بيجيب لبن فشربه طفل لا يثبت أحكام الرضاع فيه لازم تكون تسع سنين قمارية فما فوق ولا يشترط أن تكون مزوجة أو لها زوجة أو غير زوجة أو لبن بعد ولادة أو غير ولادة ما يشترطش وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا ولدا يعني بمعنى مولودا وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوبا في حياتها صار الرضيع ولدها بشرطين بشرطين سنرى الشروط الثانية في الشرح أحدهما أن يكون له أي الرضيع دون الحولين يبقى لازم يكون سنه أقل من حولين كاملين بالأهلة يعني 24 شهرا قمريا هذه الحولين وابتداءهما من تمام انفصال الرضيع لازم يبتدي نحبس الحولين من تمام انفصال الرضيع فلو فرد جدلا أن الرضيع اتولد من الأم وفدل جزء منه داخلها وقاعد كده يومين كان زمان الولادات ساعة بتعمل سحس كل فيها جمد للعائل المحشور كانش فيها في قيصرية والوسائل الحديثة ففرد قاعد يومين مدلد منها كده وهم بيحاولوا يولدوه ومش عايز ينسي وفي اليومين دول قاعدوا يردعوه ما انفصلش لسه وما تحسبش الحولين يتحسب الحولين من أول ما ينفصل تمامه ويبتدي يردع بعد تمام الانفصال طبعا السور ده مش هتلاقيها الوقت هو تلمت ولد انفصل في زماننا كده في الست بتمشي وعيلها بجلدي منها يعني يومين ثلاثة بيحصلش له كانت زمان ممكن يحصل كانش فيه خدمة طبية وما كانش فيه تقدم طبي فممكن عشان كده ما تتعجبش لما تقرأ الكلام ده في الكتب القديم لأنه بيوصف الحالة اللي هم عايشينها وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع ومن بلغ سنتين لا يؤثر اتضاعه تحريما يعني لو بلغ سنتين وربع بعد كده مفيش يبقى عندنا رضاع الكبير لا ينبني عليه تحريم في مذهبنا وكذا مذهب معظم علماء المسلمين المذهب الأربعة مفيش حاجة اسمها رضاع الكبير يحرم كما ذهب إليه بعض المعاصرين إحياء لمذهب سيدتنا عائشة وما ذهب إليه ابن تيمية وقل من فقهاء الأمصار ولكن الأمة شبه إجماع أهملت هذه الأراء على مرة العصور وبالتالي الرضاع الكبير لا يؤثر والمقصود برضاع الكبير ليس التقام السدي كما قلنا للمعنى الشريع يعني وصول اللبن إلى جوفه بأي طريقة كانت والشرط الثاني إذا الشرط الأول يبقى سينه حاولين فأقل ويتحسبه من بعد تمام الانفصال لأول شرط الشرط الثاني أن تردعه أي المردع خمس رضاعات متفرقات ما يشتركش مشبعات مشهورة كلمة مشبعات لا المهمة تبقى خمس رضاعات متفرقات ده مذهب الشفائية قالوا خمس رضاعات متفرقات اشتركوا الخمس خمس مرات يعني يعني الواد رضاع مستتين ونام وبعدين قام ثاني بعد نص ساعة رضاع ثاني ها دي رضاع ودي رضاع مواضح فهمت او الواد رضاع التقم السادي فالتليفون بتاعها ران او الباب خبط ثابت الواد يؤوى يعيط وراحت فتحت وقعدت تعمل حوار مع اللي بتفتح له الباب ورجعت له بعد نص ساعة تحيله وتردعه ثاني ها دي رضاع ودي رضاع فهمت خمس رضاعات متفرقات واصلة جوف الرضيع لازم تبقى وصلت لجوف الرضيع مؤننة تمام انه ابتلعها ادي ما انا وصلت جوف الرضيع وضبتهن بالعرف الرضع ضبطها بالعرف لان ليست لها ضابط شرعي ولا لغوي وطالما ليست لها ضابط شرعي ولا لغوي نروح للضابط العرف القعدة كده يبقى لو امر له ضابط شرعي ناخد الضابط الشرعي طب ما لوجه ضابط شرعي ناخد ضابط اللغة طب لا له ضابط في اللغة ولا في الشرع ناخد ضابط العرف وهذا دي القعدة يقدم الضابط الشرعي فاللغوي ثم في اخر حاجة ان لم يكن هناك ضابط شرع ولغوي يبقى عرفي لغوي 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 وقدر النافقة والسكنة كل دي امور ليست لا ضابط لا شرعي ولا ضابط عرفي ولا ضابط لغوي ولكن نرجع اليها للعرف وضبتهن بالعرف فما قضى فما قضى بكونه رضع او رضعات اعتبر وإلا فلا فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس اعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع ويصير بعد كده هي حتب عمه من رضعها خلاص زوجها بقل وسبب اللبن يصير زوجها اي المرضع ابا له اي الرضيع ويسموه لبن الفحل القضية دي يسموها ايه في الفقه لبن الفحل يبقى يقوموا من الرضاع وسبب حملها بس بشرط يكون الحمل ده حمل بعقد شرعي ولو فيه شبهة ولو حتى وطء شبهة لكن زنا ما ينفعش الزنا يثبت ايه لو اللبن اللي جايها بسبب حمل زنا يثبت اميتها لمن ارضعته ولكن لا يثبت له ابا في الرضاع وهذا اثناشر سنة والوقت كبير وبيع عريس وهي حيث تتجاوز لانهم واضح واضح لبقى لا يجب انه يتزوجها ولا يتزوج لا فرعها ولا اصلها ولا حوشيها يعني اخوتها لان اخوتها ابو خلاته في الرضاعب واضح ولا عمتها يبقى ايه ويحرم على المرضع التزويج اليها ايه المرضع و الى كل من ناسبها ايه انتسب اليها بنسب او رضاع ويحرم عليها ايه المرضع التزويج الى المرضع وولده بالنسبة لها هي من جهتها هي لا يجوز انها تتزوج المرضع وفروعه مخد بالك وفروعها وحواشيها لكن المربعة يحرم عليها بالنسبة لابناء الرضيع هو وفروعه بس خد بالك من الحتة دي تغيب على كثير من الناس فهمت؟ مهمة الحتة دي يعني ايه ممكن تتزوج عم ابنها من الرضا لكن هو ما ينفعش تجوز عمته من الرضا فهمت ازاي لانشان كده يقولوا ويحرم عليها المرارة تزوج الى المربع وولده مالكش بقى كل ما نسبه فهمت بقى ازاي وانسفل ومن انتسب اليه وانعله يحقى وانسفل لان ايه لانعله هنا هتوحي بل ان الاجداد والاباء كمان حرموا لا هي خطأ يبدو انها سبق قلم يحقى وانسفل دون من كان في درجته يعني الرضا يعني اللي في درجته اخواته اللي ما رضعوش منها تتجوزه مش مشكلة ليه اخ كبير كده ما رضععش منها تتزوجه مش مشكلة واضح وهو دف درجته اخوات في طبقة واحدة رضعت دو ما رضعتش ده تتزوج اللي ما رضعته ولا تتزوج اللي ارضعته واضح دون من كان في درجته ايه الرضيع كاخوتي الذين لم يرضاروا معه او اعلى ايه ودون من كان اعلى طبقة منه اي الرضيع يعني اعمام الرضيع دول اعلى طبقة وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرموا بالنسب والرضاع مفصلا فارجع اليه لان الكلام ده فيه موم التكرار لان احنا قلناه قبل كده في المحرمات بالرضاع في اجواب في باب النكاح نشوف كلام الشيخ البيبوري لانه سعد يفتح موادع اخرى متعلقة بالموضوع فاصلهم في احكام الرضاع او الرضاع يجوز الكسر والفتح كما قلنا اي كصيرورة الرضيع ولد المرضعة او المرضعة المرضعة تنفع او المرضعة تنفع تنفع بفتح الرض لان انا خليتها تردع فبقت مرضعة او مرضعة لان ايه نفسها اللي بتردع يعني يجوز فيها اسم الفاعل واسم الفلت الاثنين بمعنوه مرضعة ومرضعة اي كصير كصيرورة الرضيع ولد المرضعة والاصل فيه يعني الدليل فيه قوله تعالى وامهاتكم اللات ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وخبر الصحيحين يجب لك ايه الدليل من القرآن والسنة ومعنين الاجماع ترتيب كده وخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وخبر لا رضاع الا ما كان في الحولين وسبب تحريمه اللي هي العلة سبب التحريم غير العلة سبب التحريم نوع حكمة والحكمة غير منضبطة واضح لكن العلة تبقى ايه وصفه منضبط فالاسباب يعني لا تأخذ حكم العلل ولكن تأخذ حكم الحكمة وسبب تحريمه ان لبن المرضعة يشبه منيها يشبه منيها في النسب وقد صار جزءا من الرضيع ويؤثر تحريم النكاح ابتداءا خد بالك ان سبب التحريم مش شرط انك تقتنع بيه تقتنع بيه ما تقتنعش بيه ما تفرقش الحكم سابت السبب ده تعليم فقهاء ده كلام فقهاء مش شرع شريف ولا معصوم بالخطأ قد يدخله الخطأ واضح؟ يعني ممكن واحد يقول ايه ده يعني مش موافع على الحد ما يجريشها ما توفقش بس برضو يحرم من الرضا ما يحرم الناس فهمت بقى المسألة يعني شرط انك تتوافع على كل تعليل لتعليل الفقهاء كل واحد بيعلل حسب ثقافة عصره واضح خصوص انه بيعتبروا ان اللبن ده بينزل بسبب الحمل والحمل سبب الماني وبالتالي ده امتداد للماني فلا حكمه الماني واضح ازاي؟ لكن مش هو نفسه ماني حتى ما تقولش ده الفقهاء بيقولوا ان اللبن ده ماني لا له حكمه يعني يعني سبب خروج اللبن هو نفس سبب خروج الماني خروج الماني يؤدي الى الحمل والحمل يؤدي الى الرضاع واضح؟ وان كان ده ليس عادة مستقرة ان في نساء بيبقى سديها في لبن وهي غير متزوجة بسبب التراب هرموني وهو مريض ينزل اللبن من سديه بسبب مرض والوبي يعيط وهمه مجهورة فقعد يتعيب نردع ما ينبنيش عليه حكم لانه يشترط عشان ينبني له حكم تبقى ايه امرأة كل دي حاجات تبقى في ذهن الفقه يعني هو ايه ماشي في الاحكام الفقهية بيدرسها ويدرسها لغيره وان كان بعض الامثلة مضحكة لكنها احيانا بتقع يعني هذا المثال ولو كان مضحك إلا انه قد يقع وسبب تحريمه ان لبن المرضاعة يشبه من هيها في النسب وقد صار جزءا من الرضيع لانه ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما انشز العظم وانبت اللحم هو الذي ينبني عليه التحريم مش كده يعني دليل ان الطفل في صغره في فترة الحولين اللبن ده بيدخل في تكوين عظمه ولحمه وبيبقى جزء من جسمه واضح وبالتالي قد صار جزءا من الوضيع ويؤثر تحريم النكاح ابتداءا ودواما وجواز النظر والخلوة يعني امه من الرضاعة دي يخلو بها عادي وينم جنبها في السرير ويسافر معها محرم في الحج كويس ويرى منها ما لا يرى الاجنبي كما يرى من امه هي حكمها حكم امه فهمت ازاي وجواز النظر والخلوة وعدم نقد الطهارة ولو لمسها كمان ينتقدش يدوء لانها امه باللمس وإجاب غرم المهر فيما لو ارضاعة الكبرى الصغرى فتغرم الكبرى للزوج نصف مهر المثل كما ان الصغير عليه نصف مهر يعني افرد واحد متزوج اتنين واحدة كبيرة وطفلة صغيرة ربيعة قبل حولين هذه الصورة من الزواج دائزة في الشرع الشريف وان كان غير معمول بها الان لكن هذه الصورة لو تصورنا ان امرأة كبيرة بتردع ودرتها طفلة بتردع والاثنين تحت عسمة رجل واحد فجاءت المرأة دي ردعت درتها فصارت درتها دي بنتها من الرضاع وصارت هذه البنت الزوجة دي بنت زوجها من الرضاع فيفسخ العقد في الحال لانه ما ينفهاش تبض المراق بقت بنته من الرضاع خلاص لبن الفحر فضيعت عليه الزوجية وهو دفع فيها مهر يبقى الكبيرة تغرم ايه؟ تغرم المهر لو كان دخل بها وتغرم نص المهر لو كان عقد عليها دون ان يدخل بها واضح والدخول هنا من الشرط بمعنى لان لا يتصور جميع الدخول هنا بمعنى انها صارت في بيته تنام في حجرته معه ينفق عليها واجبت النفق لكن لا يتصور الدخول بالمعنى المعروف اللي هو الجميع فعايز يقولك بعض الامثلة واجاب غرم المهر هنا هتغرم مين؟ الكبيرة تغرم مهر لانها ضيعت على زوجها زواجه بالطفلة الصغيرة خلتها